رابعا إن الغرض من التجسد هو لكي يكون الرب يسوع الممثل الرئيسي لنا عن طريق الطاعة لقد فشل آدم الأول وسقط في الخطيئة سقط في العسيان واجتاز الموت إلى الجميع من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع أي أخطأنا في آدم لأنه ممثل الجنس البشري القديم لاحظ معي فإذا كما بخطيئة واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطأ هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع لكن آدم الأخير الإنسان الثاني نجح ولم يسقط في التجربة وأصبحنا فيه أي في المسيح هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حيا وآدم الأخير روحا محيا الإنسان الأول من الأرض ترابي الإنسان الثاني الرب من السماء لقد جلبت خطية آدم الموت والفساد الروحي وطبيعة الخطاءة انتقلت بذريا إلى ذريته كما عبر النبي داود ها أنا ذا بالإثم صورته وبالخطيعة حبلت بأمي لقد دخل الموت الروحي أي الانفصال عن الله والموت الجسدي أيضا وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة والموت الأبدي أي الموت الثاني أي الانفصال عن الله وأيضا العذاب الأبدي في بحيرة النار مكتوب وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار لقد جلب آدم الأول الدينونة أما يسوع آدم الثاني أو الأخير جلب الفداء والحياة الأبدية ترجمة نانسي قنقر شكرا